اشتركوا في القناة سنذهب في نزهة إلى غابة تكشدة اتمنى ان تقضوا وقتا ممتعا لكن حذاري ان تبتعدوا كثيرا في الغابة والكزموا بالتوصيات انطلقت بنا الحافلة حتى بلغنا المكان افترشنا بساطا ووضعنا عليه ادواتنا ثم انطلقنا فورا نطارد الفراشة تارا ونستمتع بالمناظر الجميلة تارة اخرى حتى تعبنا فجلسنا تحت شجرة كبيرة وتناوذنا غداءنا هناك قالت المعلمة هذه شجرة السرور لقد نبتت بين الاشجار انظروا على يمينها اشجار البلوط والسنوبر وعلى يسارها اشجار العرحار قضينا يوما مسلية ولما حان وقت العودة تهيئنا لنسرع نحو الحافلة لكن المعلمة قالت لا تتركوا الاوساخ مرمية هنا وهناك لن نغادر المكان دون ان نقوم بواجبنا نحوه